اشتركوا في القناة الظفر بمدالية ذهبية اليوم في منافسات المصارعة وزن 97 كيلو جرام وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الفخر والاعتزاز بالنجاحات المتواصلة والمستويات المشرفة التي قدمها فريق البحرين في أولمبياد باريس 2024 والتي تأتي ثمار الدعم والاهتمام الابحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه منوها سموه بجهود سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة الحثيثة وحرص سموه المستمر على أن تكون مملكة البحرين في الطليعة على الدوام معربا سموه عن تقديره لجهود كافة منتسبي الهيئة العامة للرياضة والإجنة الأولمبية البحرينية ومساعيهم الدؤوبة بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مختلف المحافل والأوساط الرياضية وأعرب سموه عن خالص تهاني لكل من حرص على متابعة وتشجيع فريق البحرين بالدورة من المملكة ومن الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق هذه النتائج المتميزة التي تمثل إسهاما هاما في رفع حصيلة الإنجازات العربية على مستوى الدورات الأولمبية والبطولات الدولية ترجمة نانسي قنقر